اهلا بكم في النشرة الرياضية تنتظر الجماهير العاشقة لمنافسات سباقات سيارات الفورميلة واحد تنتظر مشاهدة منافسة كبيرة على لقب السائقين والفرق هذا الموسم وتحديدا بين مرسدس بطل العالم في الموسمين الماضيين وفريق فراري السعي لاستعادة بريقة تسعى بطولة العالم لسباقات سيارات الفورميلة واحد في نسختها الجديدة لعام 2016 الى استعادة بريق هذه الرياضة من خلال اطول موسم في تاريخها فبعد عامين من الهيمنة الشبهة التامة لفريق مرسدس على سباقات البطولة تتجه الانظار هذا العام نحو فريق فراري الذي يمثل الامل الاكبر في ايجاد منافس قوي لمرسدس حيث يأمل المشجعون والرعاة في ان يقدم فراري تحديا اقوى واكثر صعوبة لفريق مرسدس في هذه المسابقة ولم تلقى هيمنة مرسدس على فعاليات الموسم الماضي رواجا او اعجابا لدى البريطاني بيرني ايكريستون رئيس الرابط المنظمة للبطولة مما دفعه للتصريح بان سباقات الفورميلة اصبح من الممكن التكهن بنتيجتها مسبقا وصفا هذا بانه اسوأ شيء للعبة ورغم هذا لا يرجح ان تبدو البطولة اكثر من صراع بين مرسدس وفراري الذين يمدان فيما بينهما ثمانية فرق بالمحركات من بين 11 فريقا يشاركوا في البطولة ومع وجود الالماني سباستيان فيتيل والفنلندي كيميراي كونان ضمن صفوفه يبدو فراري هو الفريق الوحيد القادر على منع مرسدس من التتويج بلقب اخر عن طريق سائقي مرسدس البريطاني لويس هاملتون والالماني نيكو روزبرغ هذا وتقرر تمديد جدول البطولة في الموسم الحالي لتشمل 21 سباقا ولكن الانطباعات التي تركتها فترات الاختبارات التي سبقت الموسم اوضحت انه قد يكون من صعب الحفاظ على معدلات الاثارة على مدار الموسم وبعيدا عن زائر المحركات خسر منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم من مضيفه منتخب اوزباكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في طشقند ضمن منافسات الجولة الاخيرة للمرحلة الثانية في تصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم عام 2018 في روسيا وكأس آسيا عام 2019 في الامارات توجه منتخب المكسيك بطلا لبطولة البحرين الدولية للشباب بعد احتلاله المركز الاول اثرى فوزه على منتخب اليابان بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة الختامية فيما جاء المنتخب المالي في المركز الثاني ومنتخب اليابان ثالثا في حين حل منتخبنا الوطني في المركز الرابع هذا وشهد نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة شهد اليوم الختامي للبطولة اذ قام سموه بتسليم كأس البطولة للمنتخب المكسيكي هذا وكان منتخبنا الوطني للشباب قد خسر امام المنتخب المالي بخمسة اهداف مقابل هدف وحيد لمنتخبنا الوطني الشاب حيث سجل اهدف الاحمر اللاعب محمد مرهون وذلك في المباراة الاخيرة للفريقين بالبطولة حيث دخل المنتخبان من اجل كسب مزيد من الخبرة والاحتكاك اذا عمد عبد العزيز عبد مدرب منتخبنا الوطني الى اشراك اكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة وبعيدا عن كرة القدم خطف فريق المنام صدارة المربع الذهبي لدوري زين البحرين لكرة السلة في الجولة الاخيرة وذلك بعد فوزه على جاره الاهلي ب93 نقطة مقابل 67 فيما اكمل فريق الحالة فراق الثلاثية الذهبية للدوري